الفنون التشكيلية في عمق واديسوف وذلك من خلال هذا المعرض الذي أبرز مختلف اللوحات التشكيلية التي تعبر عن التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر عندي اللوحة هذه سميتها الأمازيغ تاريخ وحضارة تحكي على تاريخ الأمازيغ في الجزائر أنا لست بأمازيغية ولكن حبيتنا التطرق للموضوع هذا لأن في الجزائر عندنا تنوع ثقافي وضع الفنان التشكيلي وقلة إمكانياته ضف إليها نقص الاهتمام والمعارض المتخصصة أثر سلبا على تساعد بورصة الفن التشكيلية ماذا بيكون أسبوع معناه يمتد لغاية أسبوع ثلاثة أيام غير كافية لكي الناس يتزور وتتعرف عن الفنانين التاغين العطلة الربيعية ولكن كإنسات مش سامعاتها هناك فنان نحات عن الخشب النخيل بعد توقف عودت استمرات في الأعمالة عن نهات نحن كفنانين يجب لاتمام بناء من طرف السلطة نتمنى أنه يكون هناك دعم من الدولة لأنه الفنان يخي ما يقدرش على كله نحن شباب معناش سورس ما لا سورس تع المادة يبقى الفن التشكيلي والنحت بمختلف مدارسه الواقعية الكلاسيكية والتجريدية والتكعيبية والتعبيرية والسريالية من أهم الفنون في العالم على الرغم من ضعف مردودها المادي وطنياً وذلك لانعدام معرض متخصص في بيع واقتناء اللوحات التشكيلية